بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى أهلي وصحابي أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أخياتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير في فيديو جديد إن شاء الله تكونوا متهنين مرحبا بكم في قناتكم قناتكم راني دايمن مع جديد جبت لكم جديد اليوم رح نختم مع بعضانا مخدل زرير سرير العرائس واللي حبت ديرو حط على الدار خد تركية اللي حبت دير مشروع تخدمي من دارك بمئتين الف تشري سلعة أحتى بدي مشروعك من دارك للمبتدئات عنا هنا القماش تعلقوا الإضغاء في الأوني وفي المرسوم هنا وش عنا القماش أنا قدرت القماش تعلقوا الإضغاء كما راكم تشوفوا القيسة المخدة هذي الطول تحس 70 سنتيمتر والعرض خمسين سنتيمتر عندنا القماش الأوني طول خمسين سنتيمتر والعرض ستة عشرين سنتيمتر نقسم زوز قطعة هنا عنا قطعة الشارط هذا الطول تاعه ستين سنتيمتر والعرض تاعه ثلتاش سنتيمتر نديرو حتى هو زوز قطعة نقص زوز قطعة تاحم تاعه نديرو كما يشوفتو بالقماش المورد هذا تعلق الإضغاء نديرو زوز أشرطة طول تاحم ستين والعرض تاحم 30 سنتيمتر ونحكمه نقصهم زوز قطعة نحكمه الشارطة الأول نثنوه على زوز ونديرو على الحاشية تاعه على شكل على شكل مثلث ونخيطوه كامل نرحب بالمشتركات الأعزامة جدد إن شاء الله راكم تلقوا الحاجة اللي حابينها دايماً أنا مع المبتدئات إن شاء الله تلقوا حاجة اللي حابينها وكل ما يجيني أكوموند راح نديرها أنا وحباباتي أنا وخباتاتي كل مرة نديركم حاجة وإن شاء الله تلقوا الحاجة اللي يبغينها في القناة هناك ما راكم تشوفو عنا الشارط هذا نخيطوه من الجهات نخلو فتحة بيش نقلبو القماش تعنا بعد ما نكونوا خيطناهم بالمشي خيطناهم بالمشينا يعني المبتدئات ننصحكم نصيحة يعني ما تفشلوش من أول تجربة حاولوا يعني كل مرة تديروا التجربة وتعاود 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 وإن شاء الله تلقوا الناتجة يعني ما تفشليش مهم حتى تتعلمي في دارك بلا ما تروحي خياطة بلا هذيك حاولي أنك تكون عندك الإرادة برك وتحب الخدمة تاعك إن شاء الله راح تلقي الناتجة اللي تحوسي عليها يعني ما تفشليش مضربة لولا تخدمي مرة زوزو تفشلي ولا ولا تلقي الانتقادات يعني دايماً أي واحدة راح تلقي الانتقادات يعني كائنا الإيجابية وكائنا السلبية يعني ما تخليش الانتقادات السلبية تأثر فيك وحاولي يعني ما تيأسيش حتى إن شاء الله تلقي نتيجة اللي حبتها أنتي هنا بعد ما خيطناهم خلينا فتحة نقلب منها القماش تاعنا على الوجهة تاعو يعني إحنا خيطناهم من الخلف وهنا نقلبوا الوجهة تاعنا ودايماً نحاولوا نخرجوا الحاشية الشوكة تعلق القماش بش يجينا المثلث باين هنا بعد ما كمناه نجيو هنا للمثلث ونزيدو نخيطو بواحد دو ميليمتر ونخيطو بالماشينا بش دي الخدمة تاعنا نكفوش ونكفو بش يجي الخدمة تاعنا فين يعني ما بقاش محلول تحكم الماشينا مليح الخيط يحكمو مليح حتى نتحصلو على على شريط يعني متقون هنا نجيو نكفو الكفة تاعنا كي ما راكم تشوفو نديرو دو ميليمتر ونخيطو حتى نتحصل على القطعتين هذو كي ما راكم تشوفوهم هنا نخلوهم على جنب ونجو القطعة تاع الأني نثنوها على زوز كي ما راكم تشوفو نثنو واحد سنتيم ونزيدو نعود بواحد سنتيم أخر ونكفوها عادي يعني كفها عادي بالماشينا حاولوا البنات يعني دايما تعملوا نفس اللون تاع الخيط يعني هذو ما يعني المبتدئات راح نعطيكم نصائح هكا كل مرة نعطيكم نصائحة في حاجة من الدروس هذا يعني من هكا نصائحة عادي تستفدوا منها بشجيكم الخدمة تاعكم يعني مليحة ومفينية هنا بعد ما نكفوها شوفوا البنات دايما تمشي شوية وتكفي باش تجي الخدمة تاعكم نفيني يعني متشكش كل بلاصة عوجة ولا الكفة تاعكم تجي شوفوا البنات ديري واحد سنتيمتر زدي عادي بواحد سنتيمتر أخر وكفي نمشي معها باللعق البرك حتى النهاية هاي لكم الكفة كمناها هنا وش نجو نديرو نقصوا الخيط هذا هنا هاكم تشوفوا البنات الكفة تاعنا يعني مفينية القطعة هذه قلت لكم الطور تاحها خمسين والعور تاحها ستة عشرين هنا نخضروا المخدة واعنا اللي فصرناهم نثنهم على زوز نحكموا الوسط تحم باش نلسقوا فيهم القطعة للاخرين نحلوا القمش تاعنا ونحطوا فوق طاولة العمل هاكم تشوفوا الأخو نخليهم على جنب فوق طاولة العمل ونروحوا هنا القطعة تاعنا نحكموا نحدوهم بالمكويت يعني حاولي أنك تحدي البلاصة للخياطة بش دي لخدمتها نحكم فينيا قلت لكم أن أعطيكم نصائح دي من البنات يعني رغم هما يعني نصائح عادية بص حكاين دي تستفد منهم هنا المكويت ندروها في الدرجة يعني درجة واحد يعني الدرجة يعني ما نسخنوش مليح باش ما تحرقش لنا القمش ونحاولو أننا نحدو به يعني كل واحدة والمكويت تاحها كيفا راي تستعمل فيها نأخذ القطع تاعنا كما راكم تشوفون نحدوهم بالمكويت حتى يتحدونا مليح ونقول المشتركات الأعزاء يعني نكثروا من موشهة الفيديوهات تاعي وإن شاء الله باش تكبر لنا القناة وباش يقبلوها لي يعني القناة يعني راي في طور المراجعة يعني ما زالت ما تراجعت ليش يعني حبيباتي يكثروا لي باش ما نفشلش عليها وإن شاء الله تلقوها كما حبين هنتوما وراني كل من عندي كومونت يعني درس ما حطيتوش راح نزيد نحط ليكم تفهمو مليح مليح يعني هنا البنات كما راكم تشوفوا يعني زالت تحددت القطعة للأوني باش نلسقوهم مع بعضاهم هنا واش نجو نديرو بعد ما كنا حددناهم نجو هاكم تشوفوا البنات كيف هجيم فينيا كتحدي بلاسة اللي تخيطي فيها يعني حاولي أنها تستعمل ديري لها الحديد مليح باش تجيك الخدمة تاعكم فينيا يعني الحديد راح يعدل لكم يعني الخياطة تاعكم راح جي ميتة يعني في القماش بعد ما كمناها نجو لقى القماش تاعنا تاع المخدة بعد ما فصلناها وقلت لكم 60 على 50 على 70 نجو هنا للشاريط اللي درناه 60 سنتيمتر على 13 سنتيمتر نحطوه فوق النصف تاع لي عينناه بكورنتي تاع المخد اهنا نجو القطع الاني ونحطوها فوق الشاريط وفوق المخدة نعدلوها قد قد باش تجينا خدمة تاعنا يعني ما جيش عوجة ما جيش تجيها اكتر من جيها باش دي المخدة تاعنا يعني جيست هنا بالنسبة للكفة تاع المخدة جينا من فوق والوجه يجي للوجه يعني وجه القماش يجي ووجه القماش كيما تشوفو هنا القطعة الاولى مع الشاريط معا نزيدو القطعة تاع المخدة يعني الوجه تاع المخدة ونحكموهم بالزيبانجل ونكملو نخيطو عادي يعني بالمشينا نديرو واحد سنتيم ونخيطو عادي يعني حتى نكملوها بعد ما كنا نخيطوها كامل هاي ليكم نخيطوها بالمشيدنا نديرو واحد سنتيم ونمشو باللعق البرق فوق المشيدنا باش يمشي القماش يعني تعالي ضغع شوية يعني خدمته سهلة مهيش خدمة يعني صعيبة يعني بالنسبة الممتدئات اللي يعني متقدرش تخدم كاكا بتحكم بالزيبانجل بشتي الخدمة تحها يعني ماذا ما تصعي مجيها السعيبة وما تشوفوا البنات هاي ليكم القطعة لسقو القطعة الثلاثة في بعضهم هاي ليكم هنا هذي هذا اللي راح نخدمو بها لبابيون هذا الشاريط نخدموه بالبابيون يعني ديروه في المنتصف نفس اللي درنا القطعة الاولى ديرو القطعة الثانية ومبعد نهزو الوجهة تع المخدة مع الأسفل تع المخدة ونحطوهم فوق بعضهم ونخيطوه إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس تع اليوم وإن شاء الله تلقوه الحاجة اللي حبينا وإن شاء الله يكون الشرح تعي مفهوم وكي ما راكم تشوفو هنا نحطوا القطعة فوق بعضهم وندو نخيطوهم عادي يعني لننننن الوجه للوجه ونخيطوهم ننننننج حوضهم من جهة تع المخدة لداخل كامل من الجهتين ونننجوا الجهتين من القدUB من امavoir مقدم حلولة هنا بعد ما نكملو الخياطة تع المخدة هنا هاكم تشوفوا نقلبوا المخدة تعني عادي هنا ونعمرها باللي عندها يبونش تعمرها واللي عندها يعني مخدة أخرين تحبوا تحطهم تديرهم يعني هاي ليكم مخدة تعنا هاي النتيجة تحا تدير الغلاف تع المخدة عادي وتعمرها ان شاء الله تكونوا استفدتوا البنات وهاي ليكم مخدة كاملة هنا هاكم تشوفوا كيف هراني درتها بالبابيون هنا ان شاء الله تستفدوا من الدرسة اليوم وان شاء الله هنتلقاوا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام البنات في أمان الله